موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كان الاشتراك بذنان وتريد تفتح الراوتر ما للمشترك لازم تروح للرسلة وتفتح الراوتر ما للمشترك اما اليوم فراح نفوت للراوتر من السكتر مو من الرسلة بالفيديو الاخير اللي نزلته شرحت شنو الافضل انخلي الاشتراك بالنانو ام بالراوتر وهي اعدادات شرحتها اللي ايش صارت واشلون صارت لذلك الفيديو اليوم راح اختصر وما راح اوضح كل شي بالتفصيل هذا شي شي ثاني انه فيديو اليوم يعتبر طريقة ثانية للفيديو السابق او تقدر تقول جزء ثاني يعني فانت حتى تفهم اليومان اش راح اش راح لازم تشوف الجزء الاول بعدين ترجع لهذا الفيديو اللي هو جزء ثاني اوكي احنا قلنا اذا كان الاشتراك بالنانو ونريد نفوت للراوتر المشترك راح نفوت لعن طريق السكتر اوكي هذا السكتر بداية راح استعرض قدامك الميزة واشوفك شون تشتغل يمي لان شروحاتي تعتمد على التجربة وراها راح اوضح لك شلون صار هذا الشي اوكي خنشوف هذا الاي بي اذا تفتحه راح افتح لك النانو اذا تريد تفتح الراوتر خلي البورد اللي انتخال لب النانو انتخها يا طبعا استغل عندك الراوتر مثل ما شفتو فتحنا راوتر المشترك عن طريق السكتر اوكي حتى نطبق هذا الشي لازم نفتح نانو المشترك تروح لي للنتورك وتنزل لي لجوه انا على هذا الخيار IP اليازز تفتحه تطلع لك هالخيارات هاية ما عدا هذا الخيار ما يطلع لك لان هذا انا مسوي اوكي هنا انا تختار الو لان انا شا تخلي انا تخلي اي بي من ضمن رينج اي بي السكتر يعني شنو انا اقول لك يعني شنو يعني تروح للسكتر هذا السكتر تفوت للنتورك يطلع لك هذا الاي بي ادرس ما للسكتر تشوف الاي بي ما لي 191.180.180.1.1 هذا اي بي السكتر بالنسبة هناك شا تخلي تخلي نفس هذا الاي بي بالضبط بس بالاخير تغير اخير الاي بي يعني هذا نهاية واحد ما للسكتر اما ما للمشترك اللي راح تغيره سوي للاي بي ستاتيك اي بي لازم تخلي له نهاية اختلف مثلا 10 كأنه مثلا يبدون مشتركينك من 10 يصعدون او 12 او 12 او 20 او 253 واني وضحت هاي الخطوة لان هوايا وكلاء داخل هاي الخطوة بالفيديو السابق وسئلوني هوايا عنها لذلك احبي توضحها حتى ميصير بها شكال اوكي نرجع لانو المشترك شوفاش خليت خليت نفس اي بي السكتر بس غيرت نهايته نهايته 20 خليتها بس هو نفس الاي بي اوكي بالنسبة للنت ماسك هاي ثابته ثابته هاي وتسوي لها اد انا ما قدعي اسوي لها اد لان انا مسبقا ضايفة هذا الاي بي فما قدعي للتكرار اوكي اذا تريد تفهم شنو هاي الخطوة وشلون صارت وليش صارت وشنو الغرض منها ارجع للفيديو السابق واني شارح هاي الخطوة بالتفصيل اوكي هسا خلصنا من هاي الخطوة سدها واصعد لي هنانه هذا الاي بي تنسخه هاي الخطوة هنانه كلش مهمة وما راح اشرحها شون صارت هيتي لاني شارحها بالفيديو السابق ارجع للفيديو السابق وفها مش صاره هنانه اوكي نزلي على هذا الخيار وورد وورد ما لك علاقة لاني هلا شغلي انا ضايفة الو لان شتختار هنان تختار دابل يولان نفسها تخليها نانا شتخلي تخلي الاي بي اللي قتلك انتسخه من نانا تخلي نانا بورد ثمانين تي سي بي تعوفة هنانا تعوفة هنانا تعوفة وهنانا البورد تخلي البورد اللي يعجبك اللي راح تشتغل عليه مثلا واحد اثنين ثلاثة اربعة وتسوي الى ااد طبعا انا ما راح اسوي ااد لاناني ضايفة فما يحتاج اضيفة اش صار هنا ما راح اشرح اش صار لاناني شارحه بالتفصيل شنو هذا بالفيديو السابق بس فوقي حصغير بالفيديو السابق انا فتحت البورد على الاي بي مع الاشتراك هنالماره ده هفتح البورد على الاي بي مع الW لان اللي يطلع بالسكتر يعني اي بي النان الي يطلع بالسكتر ملاحظة صغيرة مثل ما دتلاحظان يمسوي خيارين يعني فاتح البورد على الاي بي اللي يطلع بالرسلة والاي بي اللي يطلع بالسكتر معناتها اقدر افوت للراوتر مال المشترك من الرسلة واقدر افوت من السكتر لحد هنا دوس change و apply انا ما راح ادوس اندي انا العدادات نسويها مسبقا اوكي هس المفروض تقدر تفوت للراوتر مال المشترك عن طريق السكتر بس انتبه لي هنا انا هذا الاي بي اللي سوينا نهايته عشرين هذا نفسه راح يطلع بالسكتر وانت راح تفوت عليه انتبهوا ايايا نروح للسكتر نروح للسكتر هذا المشترك مالنا الاي بي مالا نفسه هذا اللي سوينا احنا static اي بي سوينا هذا طالع بالسكتر اذا دوسه راح يفتح لك النانو اذا تريد تفتح الراوتر تخلي نقطين وتكتب البورت اللي احنا سوينا واحد اثنين ثلاثة اربعة وانتبه لي هذا البروتوكول HTTPS هذا لازم تلغيل يعني الراوتر يشتغل على البروتوكول HTTPS فقط لذلك لازم تنسح هذا لذا ما تمسحه ما راح يشتغل عندك ودوس انتر اشتغل الراوتر اذا ترجع للفيديو السابق نفس الفكرة بالضبط لذلك انا ما اتعمقت بالتفاصيل غلون ما اثنين طبعا انا ها سويت هذا الفيديو ليوم للاسباب التالية اولا' بالفيديو السابق ووكلاء ال необход twenties لم اشتغلت لهم الطريقة لان تprit الشركة الوحيدة التي evolution khi Ephraim View BLM اعتقد اني صدقي ليس Num nick أتapse لذلك طريقة عندي وعند باقي الشركات مو أعدال انتظر لذلك سويت هذا الفيديو الوكلاء from this device خلي الجر capit requires تشرح لها ثانيا liability طريقcake أفضل ليش أفضل لأنها أسرع وليش أسرع لأنها تعتمد على إشارة النانو والسي سي كيو والريتات أما الطريقة القديمة فكذلك تعتمد على إشارة النانو والسي سي كيو والريتات بس بالأضافة لهذا الشيء تعتمد على الباند اللي مخصص لكل خط يعني مثلا الراوتر يعني الراوتر بي اشتراك سوبر وراوتر بي اشتراك اقتصادي السوبر راح يشتغل أسرع من الاقتصادي لأن السوبر الباند مالت أكبر مفتوح البروفايل أكثر من الاقتصادي أما هاي الطريقة فما تعتمد على الباند الخاص بكل بروفايل أو بكل خط أصلا إذا شلت معلومات الاشتراك من النانو عادي تبقى تقدر تفوت للراوتر مع المشترك على الرغم أنه أنت أصلا ما خالي الوزر نيمو باسورد مع الاشتراك هاي الطريقة بها عيب والعيب لحلم أولا إذا أنت مستخدم بالشبكة مالتك هب مو سويت مستخدم هب معناتها سكتراتك واحد يشوف الثاني أوكي لحد هنا ماكو مشكلة ففي حالة أنه أنت عندك محل ساحب من أحد سكتراتك وعندك بالشبكة مالتك مستخدم هب فبهالحالة تقدر تفوت لأي مشترك بدون أي مشكلة هاي أولا ما بها عيب ثانيا بها عيب إذا بالشبكة مستخدم سويتش معناتها البورتات معزولة ومعناتها أنه السكترات واحد ما يشوف الثاني فأنت إذا عندك محل وتجي تسحب من سكتر راح تشوف بس المشتركين اللي مرتبطين على هذا السكتر معناتها بس هدولة راح تقدر تفوت على راوتراتهم أما مشتركي باقي السكترات فما راح تقدر تفوت لهم أكو حل؟ إيه أكو حل؟ بالعادة لسويتي جي بي بورتات 2 مفتوحات مع معزولات بورت للينك حتى يشوف كل البورتات الباقية وبورت ثاني إلك الحل هو أنه بهذا البورت المفتوح لك تربط بي نانو وتصعد بالبورج وتسوي أكسس بوينت وتبث بي للمحل مالتك يعني أنت من المحل تسحب من هذا النانو وإما تكنك بروت بانت أو بهذا البورت تربط راوتر مال البيت وتخلي بيه الاشتراك وتسحب من الراوتر نانو وتسوي أكسس بوينت وتبث للمحل مالك وأنصحك بروتر تي بي لينك لأن بي ميزة إذا رحت عننا تورك أكو ميزة اسمها سكنداري كونكشن خلي بيها آي بيات أو الرينجل الرينجل آي بي مال البرج مالتك مال شبكتك حتى تقدر تفوت على أي قطع كسكتر أو نانو مشترك وبالنهاية أنت مخير تريد هاي الطريقة تريد الطريقة السابقة سوي لناسبك وهذا كل شي في أمان الله اشتركوا في القناة